موسيقى مساء الخير إليك وإلى جميع المشاهدين وإلى بنت صفي غيداء نعم هي تتواجد معنا هنا نعم أخي إرامي يعني أنتم اخترتم أيضا أن تكونوا جزءا من هذا النضال جزءا من الوقفات الاحتجاجية المظاهرات التي جرت وتجري في خلال يعني هذا الأسبوع أو هذين الأسبوعين ما هي رسالة ما هي صرخة الطواقم الطبية في موضوع العنف والجريمة إحنا الحقيقة في يوم الإضراب طبعا المستشفى ما بقدر يضرب ففي يوم الإضراب تماشيا مع قرار لجنة المتابعة للجماهير العربية قررت نقابة المستخدمين بالاتفاك مع نقابة الأطباء والإدارة تنظيم صرخة ضد العنف وقفنا بباحة غرفة الطوارئ في المستشفى ورفعنا شعارات للتنديد بالعنف لا يخف عليك مجتمعنا واقع في وحل العنف وإحنا أول ناس منشوف هذا العنف لأن العنف هذا كل ياته بيجي لعن على المستشفى إحنا منشوف جميع الأطراف فبالتالي منقدم المساعدة الطبية بدون تفرقة لجميع الأطراف ولكن مؤسف جدا العنف اللي بيصير في مجتمعنا هو يفقدنا الأمل مش بس الأمن والأمان الأمل في الحياة لأنه التكسير كتير كبير إحنا كلجنة عمال في كلمتنا أمام الجمهور يوم الخميس في الإضراب في الصرخة وجهنا أصبح الاتهام للشرطة وطالبنا شرطة في أخذ دورها بشكل حقيقي زي أي بلد تاني في البلاد نعم أستاذ رامي خوري بما أنه أنت أيضا يعني من ضمن التواقم الطبية وذكرت موضوع العنف والإصابات التي تصل إلى المستشفى أنا بدي أخذ المستشفى الإنجليزي يعني خلالها يعني عدد من الأشهر السابقة ما هي نوعية الإصابات التي وصلت إليكم؟ يعني إصابات اللي أشخاص تعرضوا أو كانوا يعني جزءا من مشهد عنيف يعني هذا أو ذاك؟ المستشفى الإنجليزي مصنف في الدولة على أنه مستشفى للمعالجة الإصابات الحرجة والطرقة وبالتالي غالب الإصابات اللي بتكون في المنطقة بتيجي لعنا الإصابات اللي إحنا اليوم نحكي عليها وعلى هذا الأساس كل الاحتجاجات في الشارع العربي موجودة هي الإصابات الإطلاق النار الإصابات هي خطيرة جدا جدا غالب الإصابات تؤدي إلى الوفاء صدفة ما بيكون فيه وفاء بيكون فيه استعجال في عمليات طرقة لإنقاذ حياة المصاب طبعا للأسف الشديد الإصابات باستمرار بدون توقف إطلاق النار باستمرار بدون توقف وبالشارع كل اللي عم بتشوفوه بالشوارع بالآخر بصف عنا وأنا بدي أذكر هنا الإميات اللي بتصل على المستشفى وبتبكي على أولادها المصابين في أبرياء طبعا كمان نعم بوصلوا لعنا إحنا بالأشهر الأخيرة في مدينة الناصري المرحوم توفيق فرح الفنان الذي قتل الناس بتقول عن طريق الخطأ ولكن قتل في أيدي مجرمين اللي لازم يحاكموا هذا أجل عنا على المستشفى وكان وضعه حرش جدا أدى إلى الوفاة في النهاية الممرض رامي خوري رئيس نقابة المستخدمين في المستشفى الإنجليزي في الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا 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 شكرا